بداية ولا أروع للنادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز نادي الأهلي فاز على فريق المصري بربعية في افتتاح بطولة الدوري العام وأيضا في بطولة الدوري أبطال أفريقيا وفوز مهم على سان جورج الأثيوبي بثلاثية نادي الأهلي بيبتدي الموسم بداية ولا أروع والأجمل نتمنى إن شاء الله ليها الاستمرية على مدار الموسم وإن شاء الله يكون موسم ناجح زي الموسم السابق بالضبط ويتوج مجهود الإدارة وجماهير النادي الأهلي واللعبين والجهزة الفنية بالبطولات بإذن الله وإحنا بنتكلم على الموسم وبداية الموسم النهاردة كل الأنظار بتتجه نحو كأس العالم للأندية والتزاكر النهاردة كان موقع الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم كان النهاردة طرح تزاكر كأس العالم للأندية البطولة المهمة جدا اللي بيتركبها كل جماهير النادي الأهلي كانت البداية النهاردة الساعة واحدة ظهرا كان فيه إقبال شديد جدا على تزاكر النادي الأهلي المباراة الأولى لها تكون في كأس العالم للأندية طبعا زي ما احنا عارفين أن افتتحية كأس العالم هتكون اتحاد جدة السعودي أمام أوكلاند سيتي الفائز منهم هيواجه النادي الأهلي لكن النهاردة جماهير النادي الأهلي عملت ملحمة كالعادة جماهير النادي الأهلي دايما بتتصدر المشهد علشان كده لو النهاردة شفنا على تويتر كان تريندينج من إيجبت النهاردة جماهير النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي اللي رسمت ملحمة النهاردة بمجرد الإعلان على موقع الاتحاد الدولي وزي ما احنا شافينه قدام حضراتكم تريندينج من إيجبت جماهير الأهلي هي النهاردة صاحبة اللقطة وهي البطل النهاردة بمجرد الإعلان الساعة واحدة ظهرا إقبال كبير جدا وشديد لدرجة أن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي هنج من كتر الإقبال على الجباهير الكبيرة على شراء التذاكر حتى النهاردة شفنا يعني ابتدت ب250 ألف مشجع أهلاوي زادت بقت 500 ألف 750 ألف زي ما احنا شايفين قدام حضراتكو هناك إقبال كبير على التذاكر المطلوبة لقد أصبحت الآن في قائمة الانتظار ده أحد المشجعين لما بيدخل علشان يسجل اسمه وبياناته عشان يحصل على التذكرة وصل لكام لمليون ونص تخيالوا النهاردة حجم الإقبال الكبير جماهير النادي الأهلي زي ما قوله حضراتكو بتنجح أي بطولة ارجع لورا شوية كأس العالم للأندية في قطر كان فيه نجاح كبير للبطولة دي والنادي الأهلي قدر يفوز بالمركز الثالث فيها شوفوا المباراة الختمية الأهلي أمام الفريق البرازيلي وشوف بعدها كان مباراة بايرم يونيخ وكان فيه إقبال جماهير كبير أيضا بطولة كأس العالم اللي عندها في الإمارات كان فيه نجاح كبير بسبب جماهير النادي الأهلي إن شاء الله يكون فيه نجاح كبير للبطولة القادمة في السعودية النادي الأهلي يقدر يحقق فيها مركز إن شاء الله بإذن الله مركز أفضل من مراكز السابقة وإن شاء الله تكون بطولة ناجحة ومتأكدين تكون بطولة ناجحة للسعودية ترجمة نانسي قنقر